وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبطات بلغت 430 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 404 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر تم ضبط 26 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 22 طن أقماح